يحصل غلط وارد إنما اللي مطلوب مننا كلنا المصلحة العامة إن كل ده يتعامل ده وأتمنى إن يحصل ده في آراب ولا إنهارده إنهارده إنه شيل الحواليس التعصبية الرهيبة دي كلها تتشلف في ثانية لما كبير حيأدم المبادرة دي حيكون نقول قدو لا أقدم دي ونعمل دي وأنا بقول إنه أنا يمكن أن يتعامل الدور ده من خلال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وإنسان على خلق يعني يستطيع أن يعمل ده وفي أشخاص كثيرين يمكن يعني يتدخلوا يعملوا ده اللي مش مصطحة حد إن إحنا التسخين يبقى في توطر طول مش مصطحة حد عشان إحنا عندنا بطول ومش مصطحة حد إحنا عندنا إحنا عندنا حدات كتيرة كل يوم لسه أخيرها يعني أنت تشوف الدنيا كلها البلد يعني مش نظريت مؤامرة إنما ما تيلي زيارة رسمية للرئيس دولة اللي هو الرئيس ماكرو فيلي هنا وبيشوف من هنا وبدأ فيروه عمل تصريح باللون وكأن الزيارة هي زيارة جاية للمحاسبة والجلد والتهزيب والإصلاح وليست زيارة إن إحنا بنتبادل ونتحاور يقول لك حقوق الإنسان الفزاعة اللي ممسوكة لنا طب يا عام الرئيس إنت بتقول حقوق إنسان طب فين حقوق الوطن بدان في حقوق إنسان وفي حقوق الوطن هل يعقل النهاردة إن الدنيا تتقلب ومراكز الحواية دي كلها توقف عشان أنا بحاكم واحد حرق المجمع العلم طب أنا النهاردة القيمة اللي حصلت والدمار اللي حصل ده حد سأل على حق الوطن حد بص ما صلحته حد سألنا لما بيبقى فيه النهاردة تفلير هنا استوشد فيه من استوشد أو هناك أو استوشد في الحل حد سأل للناس دي هم أهالي الشهد دول اللي فقدوا عز ما يملكون الزوجة اللي هي لسه شابة ولوزها الزابط اللي لسه عنده 25 سنة 23 روان يمكن ابنها لسه في بطنها ما تولدش وفقد أبوه قبل ما يشوفه ده مش ستة دي لا حقوق اللي ده الأم اللي فقدت ابنها ده مش لا حقوق حد سأل عن دول سمعتهم بيقول عن الحقوق دي كلها فأنت عندك تربص من بره وحواديت من بره الأخطر من ده أنت لما تيرت بص برضه مش نظريت مؤامرة عشان ما حدش بتصور لازم نخلي بالنا قال لنا صدرك مصر طول عمرها بالقوة النعمة أو الفن بتاعها بسينما وغنع وطرب يعني بالمطربين بتوعنا وبالسينما المصرية كل من يتكلم اللغة العربية في أي حتة في العالم يفهم اللجة اللهجة المصرية ويتكلم اللغة المصرية وده شيء عظيم جدا أنا نجوم الفن بتوعي دولة صروة وقيمة أما تلاقي أنت في خلال الفترة اللي فاتت دي لغاية حالة من أول مبارح نمازن نمازن بس مترتبة يعني أنا النهار ده يلي واحد يصور اتنين بيتقال عليهم يعني يتقال عليهم فنانين عشان خطر بس ما نغلص لا الفن بريء من ده والعمالقة الفن اللي في مصر اللي توفوا رحمة الله عليهم واللي موجودين النهار ده اللي موجودين في السينما المصرية ويقدموننا في حالة السينما المصرح وفي الغناء وفي كلام ده لا 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 99% منهم ناس أفاضل ويهمنا إننا إنما تشويل فن وجزء من شخصية أي مجتمع نقيمة نقيمة دي قوتي أنا النهار ده الوسائل التربوية اللي هي الرياضة والفن والأدب والسقل كل ده النهار ده لما يحصل فيها خلل ويحصل الخلل ده في الرياضة بالتعصب ده ويحصل الخلل في الفن يظهر وكأنه وكأن من يعمل في الفن عندنا ناس دي فقدة الأخلاق وده مش حقيقي تطلع اتنين بيصوروا بملابس داخلية أو مش لابسين حاجة واللي صورهم يصرب ده ويحطه دين نقف بقى دين نتكلم مع بعض فيها ليه؟ بيتعمل ده ليه؟ لما يبينوا هما بتحسبوا على خدش الحياة العامة ومش عارف لا ده قبل ده وده ده هما بيدمروا سمعة الفن المصري لا دول بيدمروا سمعة الفن المصري أنك بتسيق لقطاعك كامل كامل ما أنت ما أنت السيئة بتعم بتسيق لده احنا نرفض ده تماما علينا أنه دافع عن الفن وعن الفنانين لأنه هما دول قوات احنا في الفترة اللي احنا بسبب قرار أنا معرفش اتخذ ليه لما الدولة رفعت إيدي عن الفن وعن الانتاج السينما والكلام ده كله وقعنا الوقع دي السنة دي لما جيه الإعلام المصريين وأنا بحييهم على اللي عملوه النهار ده لا 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 الزيطة اللي بتعمل كتير دي تعمل كلها لطرقة شوف تركيا في الفترة اللي فاتت المسلسلات بيعملوا مسلسل مئة حلقة ومئتين حلقة وكلام ده كل عملت منها السيحة قد إيه عملت دعاية الحمد لله احنا رجعنا نعمل ده فأنا عندي في الرياضة لما تدرب الرياضة أنا الرياضة أخي أهم وسيلة تربوية واحد محمد صلاح ربنا يحميه النهار ده عمل لي دعاية وسمعة قد إيه دعاية مصر اللي تقدر بماشر أنا فنانين يعملين للنهار ده في الوطن العربي قد إيه وهم دول في الأول وفي الآخر دول حاجة مهمة جدا فأنت ده بيتخبط فإحنا مش هلاقي أمنين ولا منين يبقى في الرياضة هل حضر لك بتطالب كل واحد جزء من الوسط الرياضي أو الوسط الفني حتى يستحق لقب نجم رياضي أو فنان حقيقي أو مسؤول يكون على قدر اللقب ده وبعدين الناس اللي بتخرجوا بدول ده لازم فورا مهنة ملا مهنة لها أنت بتلاقي أسماء وصور ناس مين دولة تقول لك دول الشباب طب أهلا وسهلا بالشباب بس أنت خلي بالك ده أنت نج وفي شباب حيقلدك خلي بالك سلوكاتك أنت مش حر ده أنت مقاير إيه الشكل اللي بتقدمه للمجتمع ده أنت آه وما تقوليش حقيقة الشخصية لا 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 أنا اللي متغرب لو وأنتم بتصوروا ويعني وبتبرطعوا وبتعملوا حاجات غريبة جدا خرج عن كل إيه اللي طلع دي البرة وإيه الهدف منها هو ده السؤال اللي إحنا نسأله لنفسنا ونعرف إن ده مقصود لو مش مقصود والهدف منه عليك بتشعر أن كل هذه الحاجات الشاذة أو الغريبة جزء من محاولات للإساءة للمجتمع المصر أيوة لما تخبط للفن بتاعي وتيلي في الكرة عندك مش عارف مش عارف تتدخل بمهور الماتشات ومش عارف تلعب كرة وطول النهار الأسماء الكبيرة اللي ده نديم بالنسبة تشتم في ناس والنسبة تعمل ده يبقى إحنا مش دولة أستاذ إبراهيم على ذكرى حضرتك دلوقتي للجمهور النادي الأهلي في قراراته الأخيرة قال إنه متمسك بحقه في وجود جماهيره وفقا للنسبة المحددة واللي تم يعني دخولها لعدد من الأندية المنافسة في المدرجات رأي حضاك وإلى مات يمكن للأهلي أن يحتمل وجوده في ملعب بدون جمهور لا لا أصدح طالما أننا أنا عايز أقول إذا كانت الظروف أمنياً بتسمح بل لا تسمح بدا حننصع لده إنما إذا كانت أنت سمحت للمهير 30 و40 ألف إنه ما يخلش في قلاط إيه بقى منسبح لكل هي أكيد يعني هي المسألة كده وعندما يحدث أي تجاوز في أي حاجة نتكلم في هذا الموضوع إنما ده حق طبيعي في بعض الأخبار عايز حضاك حنرجع طبعاً الموضوعات بلغة الأهمية الحديث حضاك الشيق في الرياضة وفي الحياة بشكل عام خلينا ناخد مجموعة من الأخبار الجديدة في النادي الأهلي وعلى صعيد كرة القدم تحديداً الأهلي بيعلن تمديد تعقوده مع عمر السلية بعد تمديد عقدي ندفد ومعلول وبيعلن لكابتن سيد عبد الحفيز مدير الكرة التوصل إلى تمديد واتفاق نهائي لتمديد عقد نجم وصفة الفريق عمر السلية وأيضاً فيه تفاصيل كثيرة جداً عن الاهتمام بكل عناصر القوة في الفريق والبحث فيه كل العقود اللي تحتاج للتمديد في الفترة الجاية حرصاً على القوة الضربة للفريق رأي حضاك إيه في تمسك الفريق والنادي في الفترة دي بكل نجوم وكل قوته الضربة في مثل بقولك اللي تلسع من الشربة ينفع في الأيس كريم مش في الزباعة دي يعني النادي الأهلي في مشكلة كبيرة جداً ما كانت تحدث لو أن أنا بقي لي معادة تجديد بتاع اللاعب بعمله في الوقت المناسب إنما لما بسيبه لغاية ما يبقى أنت عارف أن اللاعب لو وصل للموسم الأخراني ليه بيبقى أول ما بيلي لمرحلة ما أنا بيبقى من حقه نوع في أي حاته وتبقى بقينا ده طب أنا النهاردة دعم رسوليه لسه فاضل وسنة يعني خاتل قبل ما أخش في المرحلة اللي هي بتاعت السنة دي أنا بجدل وذو طبيعي أنا النهاردة لأن المسألة النهاردة المسألة مش يعني مش قرار لأن ده بينسحب على جماهير كبيرة جدا بتحب هذا النادي فأنا النهاردة بينسحب فأنا لازم بحكم مسؤوليتي إن أنا بقى مفاهم ومتيقص وكلام ده كله للأمور دي كلها